اهلا بكل ابنائي طالبات وطالبات السنوية العامة في جميع محافظات مصر. جلالكم النهاردة من المراجعات النهائية على بوابة اخبار اليوم. وكمان موقعنا. خي? طيب. تعالوا نبدأ مع بعض. نراجع النهاردة على اهم تركات اللي بيجينا في الفكاب وفي الجرامر. it's space that some people were typing up copies of the book to share it illegally. يا طرى بيكون شيء ايه? ان بعض الناس بتنسخ او بتاخد نسخ من بعض الكتب وتشيرها بطريقة غير شرعية. طرى ده اسمه ايه? حاجة جميلة جدا. ايه? حاجة مريحة ان انت تعمل مشين زي كده. ولا حاجة ظاهرة. ولا تسلق. طبعا ده يدعني ده شيء ايه? شيء غير شرعي. غير مسموح بيه. يبقى هنا كلمة يزعم او يدعم اسمها ايه? في ناس طبعا انا مش عارف الترجمة بتاعت كل الكلمات. بس اكيد عارفينها. يبقى دي اكيد مش شيء مريح ان انا اشاير حاجات مش مسموح لان انا اشايرها. يبقى هنستبعدها. قبير دي ده شيء ظاهر. ده ده الناس بتبقى في الخباسة بالموضوع ده بالذات. ان انا ده انا ده اعتبر سرقة. يبقى دي برضو هنستبعدها. ده تسلق. يبقى اكيد اللي هي مين الاجابة الصحيحة. برافو عليكم الناس فيه الناس اللي مذكرة بتقول الاجابة معايا على طول. اكيد الاجابة هتبقى كلمت. كويتشن نمبر تو. اه سبيس نيوز بيبر is مور فورمال نيوز بيبر وز لارج بيجز. يعني ايه هي ترى زي الصحيفة اللي احنا موجودين فيها بوابة اخباري اليوم من الصحف العريخة جدا. طبعا هنا بيقولك ايه? دي بتكون صحيفة. بتكون مور فورمال. اللي هو الرسمي. جرائد رسمية. فيها اوراق كتير او صفحات كتير. في عندنا نوعين من الايه? من الصحف اللي موجودة عندنا في المنهج. في عندنا حاجة اسمها الطابلايد. الطابلايد اللي هي ايه? بيكون فيها صور اكتر. اه حبيبي طبعا طلبت سنوة عامة معنديش وقت ان انا هارضة كلها مستر ايمن. انا بخش اتفرج عالصور الصراحة. برافو عليكم طبعا ده. يبقى انت كده عايز مش عايز البروتشيت. الطابلايد. ماشي? ولا الباستر ولا البلاج ولا البروتشيت. اكيد طبعا كلنا بنقول مين? ال برافو. البروتشيت. اللي هي الصحف الرسمية. اللي بتكون عدد صفحاتها اكبر او اكتر. بتكون ما في هالصور كتير. اوكي يا شباب. يبقى بيكون فيها حاجات رسمية. زي احنا قلنا اخبار اليوم اللي احنا متوجدين معنا. وهي اللي عمللنا مرسل مراجعات السنوية العامة. قوة سن نامبر تير. زا اكسدنت سبيس ديزبايت زا كارفولنس اوف زا درايفر بكوز زير ووز صادن ليك انزا بريك اويل. الحادثة يا ترى كليمد ولا ولا اكيورد حدست ولا اكسكيوزد اعتزرت. بالرغم ان ايه في اهمال اوف زا درايفر. يبقى واضح كده حدست. يعني حدث او حصل هنا ايوة برافو عليكو يا شباب. اكيد مش كليمد ولا اكيورد ولا اكسكيوزد. ايه بقى هي الاجابة الصحيحة. عرفنا بحل ازاي? بستبعد المعنى اللي هو بعيد عنها. يبقى انا ببص على الجملة اللي عندي. وابدأ اقرأ الجملة مرتين تلاتة معلش عشان خاطري ما نستعجلش. مش وارك حاجة اللي مدته تلات ساعات. انا لسه يدين برضو ده حدث او حاجة غير شرعية. حاجة منفية للقانون. دي بيسميها ايه اه قرصنة الكتب الانلاين. في تسرقه او بتنسخه او بتبيعه او ايا كان. ايبقى اسمها ايه? اكيد مش اللي هي الكفاءة. طبعا هتبقى بايراسي. اكي? هل انت سبت? هل انت سبت? هل انت عملت تحديث اللي هو التطبيق الجديد اللي نزل? ده مفيد جدا. يا ترى ولا ايو 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 انا عارفكم بتجاوبوا معايا. كلكم بتقولوا لا طبعا مش هنكنسل احنا بستنى اي تحديث بينزل جديد عشان نعمل ايه? انستل نعمل تحديث او تثبيت للبرنامج الجديد. اصحب زميلي. منزو ان بدأ يدخن. واحد بيدخن اكيد يعني الصحة بتاعته ايه ولا حسنت ولا ولا دهورة تدخين طبعا احنا عارفين ان هو حاجة خطيرة جدا وبتسبب الوفاة فاكيد مش هتبقى ولا دهو حسن طبعا اكيد التدخين مش بيحسن الصحة هتبقى دي اسئلة هنلاقيها موجودة من خلال بوابة اخباري اليوم هنبعتها لكم وهتبقى موجودة معانا في الحلقات الجاية المدير اعتاد ان هو يشجع اه مستوى ايه للعمال بتاعه اكيد لازم المانجر بيشجع العمال ان هما ينتجوا اكتر يبقى هي الاجابة الصحيحة اوكي طيب هنخش بقى على اهم اسئلة الجرامر اللي دايما بتغدعنا اه احنا حافظين الفوكاب كويس بنعرف نحل اسئلة الفوكاب بس شوية اسئلة بتاعت اللي هي القواعد بتاعتنا بيبقى فيها شوية تركات او شوية اسئلة لفة هناخد منها النهاردة بعض الاسئلة المهمة ياريت كلنا نركز معاها مامتي عملتلي كيك الجملة هنا يا ترى في زمن ايه في ناس هتقولك في زمن البرزنت لو البرزنت سيمبل اكيد مفترض ناخد الفعل اللي اخره اس مفيش اس عندي فهنستبعدها تماما طيب في ناس هتقولك اللي ممكن تنفع طبعا تيست دي من من افعال التزوق او افعال اللي هي الحواس فما ينفعش اصلا نضيف لها تماما يبقى هنا في الحالة دي هتبقى ايه تبقى برافو عليكو هتبقى تيست دي ويل اي انهرجادة اي ران اوفر ان اولد فريند واز ولا هادبين ولا واز بيينج ولا بيينج طبعا عارفين قاعدة ويل ويل قلنا المفترض بتعبر عن الماضي المستمر الماضي المستمر اللي بتقول ايه قاعدة ويل يا شباب برافو عليكو حافزانها صم لا انا مش عايز حفز المفترض ان بيجي بعدها اللي هو واز بلاس 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 اي ان جي برافو عليكو تمام طب الناس اول ما شايفت جملة زي كده قالت مين ايوة لأ هي اه انت بتقول كلام مضبوط بس هي مش صح للأسف اه انت عارف ان انا انا شايفك انت شايفنا ازاي يا مستر ايوة انا عارف افكار الطلبة بتقول ايه الناس هتقول هنا بينج طبعا مش هنفكر فيها ولا لان ما بيجيش بعدها اللي هو الماضي التام يعني هنستبعد دية وهنستبعد دية قدامي ايه اللي هو واز وقدامي واز بينج يا طرح هنختار مين تمام لا للاسف لان بي برضو ما ينفعش نضيف له اي ان جي لان قلنا افعال الملكية افعال الشعور افعال العاطفة كل دي ما ينفعش نضيف لها اي ان جي ففي الحالة دية وكمان ويل ممكن يجي بعدها الباست سيمبل كي كويتسة النمبر تين از مونا زابيانو احنا قاعدة از وويل وجاست از قلنا اتفقنا ان هما بيجي بعدهم ايه ايوة باست كنتينوس وباست سيمبل باست كنتينوس اللي هو الماضي المستمر والباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط في الحالة دي لأ ده كده مبني للمجهول مش هتنفع معايا تماما لها سي طبعا لا ولا يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى ايه يا شباب تمام what at eight o'clock yesterday evening what were you due what you were doing what do you do هنا في وقت محدد في الماضي هنا في عندي at eight o'clock yesterday دي. انبارح الساعة تمانية. انا بحدد لك حاجة معينة او وقت في زمن محدد. يبقى ده مين يا شباب? تمام? الماضي المستبر. يبقى مستر ايمن انا فكرت كده في لتر سي. طب هنا ينفع. بعد اداة الاستفهام لازم يكون عندك الماضي الفيربس. ماشي? او الفعل المساعد او الفعل الناس اللي انت بتستخدمه. اوكي? فهنا بالنسبة لي دي صعب ان احنا نفكر فيها فاستحالة. وطبعا الدد اللي هي طبعا مش هينفع لان هنا في استمرارية في الحدث. ايوة برافو عليكم. قلت ايه? تمام دي الاجابة الصحيحة. تعالوا بقى نشوف الاسئلة اللي بتخدع الطلب. احنا بدأنا كده. عشان ما نخشش مرة واحدة في الاسئلة اللي فيها تركات. الناس اه تقول لك ايه ده? او الامتحان كله صعب? لا بيبقى فيها جزء من السهولة. عايزك تهتم في الايام اللي جاية. بكتاب المفاهيم. اه مفيش مشكلة. عندك اي مشكلة احنا ممكن نبعته لك على الخاص او نبعته لك نسيب لك الرابط بتاعه. من خلال بوابط الاخبار اليوم. كمان عندنا لازم نهتم بالكتاب المدرسي. احنا ماخد نهوش اه اكيد ماخد نهوش لانه موجود على التابلت. موجود من خلال المواقع الوزارة. اللي هي بتبعتها او موجودة من خلال التابلت او موجودة في خلال صفحات السوشال ميدي. بالنسبة لك دول اهم الشيء ان احنا نركز فيه. وتركز تحل امتحان طبعا للمنهج الجديد بالنسبة لنا. هو بدايته من سنتين بالزبط يعني ده تالت سنة للمنهج الجديد. فبالنسبة لنا لازم احل اسئلة الامتحانات السنين اللي عدت دور اول ودور تاني. اوكي? وامتحانات طبعا ايه? ابنانا في الخارج وامتحانات السودان. نركز على اسئلة الامتحانات دية. ونشوف نفسنا هنعرف نحل الاسئلة ده او لا. تعال نشوف كده اسئلة التركات بتاعت الجرامر. دي جات في امتحان السنة اللي فاتت الدور التاني. the insects space our crops will be killed by special pesticides. يطار اتاكينج ولا اتاكت ولا اتاك ولا اتاكس. الحشرات حجمة المحاصيل. هتقتل بواسطة ايه? المبيدات الحشرية. يا ترى هنا الجملة دي هنختار مين? ايوة. اول حاجة في ناس قالت هنستبعد. الله عليكم. الله بجد يعني. هنستبعد مين يا شباب? في ناس بتقولها هنستبعد تمام اكسلانت رائع. اللي هي اخر واحدة نستبعدها تماما. لان الحشرات ما ينفعش تاخد الفعل اخر اس. تمام? يبقى دي استبعاد. طب عندي ولا اتاكت ولا اتاكينج. ايوة هنا في حاجة جماعة احنا اخدنا دماير الوصل. احنا المفترض الجملة دي محزوف منها حاجة. ايوة سمعك. الحشرات طبعا الجير عاقل. المفروض ده هتبقى فيها ويتش. خلاص بعد كده المفروض هنقول الحشرات اللي هي هجمت على المحاصيل. في الحالة دي لما بنيجي نحزف ضمير الوصل. ايوة ناس بتقول بنضيف ايدي. لا ايدي مع العاقل. لكن الانج في الحالة دي بناخدها لما يكون الشي اللي عندك غير عاقل. ازا كده كلنا استنتجنا الاجابة. ايوة ده يمين برافو عليكم. هتبقى اتاكينج. او wording. لو انا عندي او لو كان عندي use the car I it with a modern one would replace would have replaced would replace would have been replaced يا تارى الجملة دي اف الحلال كام سمعك الله عليكم تمام رائع جدا 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 بس للأسف غلط طب تهزر يا مستر ازاي غلط هنا دي اف الحلال كام التالتة شاطرين جدا لا مش التالتة وحياتك ايه دا مستر مش فيه هاد هي احنا مش شافين عندنا هاد وعندنا تصريف تالت للفعل لا طبعا هنا use the car دي عربية مستقدمة دا مش تصريف تالت للفعل use the car يعني عربية مستعملة لو كان عندي عربية مستعملة يا له دا دي كده اف الحلال كام ايوة صح برافو عليك دي الحلال التانية السؤال دا مهم جدا نركز عليه يا شباب اف الحلال التانية بتقول لي ايه past simple would والايه والinfinitive يبقى هنا دي اف الحلال التانية عشان هاد هاد هنا past simple مش past perfect ما تستعجلش الناس قالت هاد baby لو ال past بارتسبول يبقى دا موضي تامي بحالة تالتة لأ اوعد تفكر انك تختار قبل ما تقرأ الجملة مرتين تلاتة واقرأ معناها وافهمها كويس قبل ما ابدأ اختاري الاجابة الصحيحة في الحلال دي اف الحلال كام تمام كده بقيت الحلال التانية يبقى مدام حلال التانية هاختار مين يا شباب لو كان عندي عربية مستعملة كنت استبدلتها بعربية جديدة اوكي في الحلال دي هتبقى ودول ايه والمصدر اللي هي مين يا شباب اللي هي letter c ادي اهو هنجيب الحل بعد ما احنا اختارنا زي ما احنا قلنا question number 12 اللي هي attacking وقلنا question number 13 اللي هو فهمنا طيب السؤال اللي بعده if i a lot of money if i a lot of money i would have a new car if i a lot of money i would have a new car دي ايف الحلال كام شاطرين قلنا في يبقى دي ايف الحلال كام ايوة احنا قلنا دي اسئلة تركات ما دام دي اسئلة تركات مش امتحان سنوية عامة يبقى امتحان بسيط جدا انا هختار حاجة وخلاص دي ايف الحلال كام يا شباب تمام احنا دايما بنتلغبط بين التانية والتالتة في راس بتقول لي ايف الحلال التالتة عشان فيها مين هنا في عندك would have would have هنا دي حالة تانية have هنا فعل في في المصدر يعني كان كنت ايه كنت هقدر اشتري عربية جديدة يبقى هنا في ايف الحالة التانية مشي الحالة التالتة ما دام ايف الحالة التانية يبقى انت عايز مين ايوة post symbol اللي هي مين post symbol اللي هي ايوة هتبقى head طيب no one اده هنقول الاجابة الصحيحة هتبقى معانا مين head no one go to the cinema space وعندنا question mark ايوة برافو عليكم ده كده اللي هو ايه رائع question tag السؤال المزيل عارفين عيلة one مين عيلة one دول يا شباب عيلة one اللي هو someone no one everyone each one اكي وعيلة body نفس الكلام يا ترى مين هيجاوب في ناس احنا بصنا يا مستر ايمان لقينا goes يعني ده مدارع بسيط يعني هنستخدم does يا ترى هنستخدم does فعلا هنشوف طيب هنا doesn't he automatic الناس فكرت وقالت دي ومقترعة تماما اول واحدة مستر ايمان ولا 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 ايوة مين هيقول ايوة انت برافو عليك اجابة للاسف غلط الناس قالت دازنت هي مش دازنت هي حبيبي لان هنا عيلة one تعامل دايما بنعود عنها بالدمير بي بنعود عنها بالدمير ايه ذي عيلة one وعيلة بادي بنعود عنها بالدمير تاني عيلة مين تمام عيلة one وعيلة بادي بنعود عنها بالدمير ذي. يبقى ازا هنستبعد مين? برافو عليكم. ايه وبيه? مش طبعا. دو ذي ودون ذي. يا تارى مين الاصح فيهم? الله عليكم. الناس قالت دون ذي. لأ مش صح طبعا. ليه يا مستر ايمن? انت كل حاجة تتعقد هلنا شوية? احنا قلنا دي اسئلة تركات. لازم هقراها كويس. وهبدأ اعيد مرتين تلاتة مستعجلش. الناس عندها البابل شيت. لأ ده متعة. اظلل وخلاص. انا لسه ها ادارة واتعب نفسي. لأ بيفرم معاك ربع درجة ربع درجة ايه? واحد من عشر بتفرم معاك من كلية لكلية. وكيه يا شباب? او من بلد لبلد. ممكن توديك محافظة تاني خالص. غير اللي انت ساكن فيها طبعا. يبقى احنا قلنا وعيلة ون وعيلة بادي بنعملهم معاملة الضمير ذي. يبقى ازا هنستبعد او بيه. تمام كده? الحمد لله. طيب عندنا دو ذي ودون ذي. بتقول ايه? دون ذي. اكسلانت. للأسف اجابتك غلط يا جميل. امال ايه? لان هنا تعبر عن النفي. تعبر عن ايه? النفي. يعني لازم السؤال المزيل احنا عارفين السؤال المزيل. لازم لو جملة مثبتة بنفيها بنفي الفعل المساعد بتاعها. ولو جملة منفية بثبتها. يعني انا بتلكك للفعل المساعد. انت مثبت? لا ما تنفعنيش انا هنفيك. طب انت منفي انا هثبتك. الجملة دي مثبتة ولا منفية? تمام منفية. بقى انا لازم احطها مثبتة. يبقى ازا الاجابة الصحيحة اللي هي تمام رفع عليكو. عمر think that he will win the match. عايزين هنا كمان في الجملة اللي قدامنا دي. يا ترى. want he? doesn't he? will he? does he? هنا ده كنا بنقول في الجملة اللي قدامنا اللي فوقيها على طول. السؤال المزيل عبارة عن فعل مساعد معكوس. يعني ايه معكوس? اه لا انا بدلت الحروف بتاعته. لا طبعا مش بدلنا الحروف. مثبت او منفي. منفي بثبته مثبت بنفي. ولازم يبقى في النفي عندنا اللي هو الشرط اللي هو الشكل المختصر اللي احنا بنضيف ابوستروفي انتي. بضيف ابوستروفي انتي. ما نفعش اكتب اللي هي لأ طبعا يبقى هنا الجملة دي يا ترى هنعمل ايه الله عليك يا مستر اي من الجملة سهلة وواضحة ولزيزة. عندنا هنا مين? واللي هو الفعل المساعد. تمام? يبقى هنا بنعمل ايه? احنا لسه احنا فهمنا بقينا جمدين قوي يا مستر انت احنا جمدين على فكرة ومذاكرين. فالطبيعي ان انا هاخد مين? هاخد طب لو انا قلتلك ان دي اجابة خطأ. لا لا مش بتلكك والله لا هي فعلا اجابة خاطئة. تعالوا نشوف ايه الصح. اولا لما يكون عندك جملتين زي كده هو. عمر تنك ذات هي ويل وين زا ماتش. باخد هنا ده فيه جملتين يعتبروا فيه فعل مساعد. فيه اتنين فعل مساعد مش واحد. يا ترى هاخد بناء العالمي الاول ولا الاخير. اه فيه ناس بتقول اللي قريب من من اداة الاستفهام. لا طبعا اللي هو اول واحد. عمر عمر بيعتقد يعني هنا مفترض لازم يبقى دو يا دز. طبعا هنا دو مش هتنفع عشان عمر مفرد يبقى كده هتبقى ايه دز. وهنا الجملة طبعا ايه مسبتة. يبقى نخليها منفية. يبقى الاجابة الصحيحة. تمام. دازن هي. السؤال اللي بعده. which of the following sentence is punctuated correctly. طبعا بيجيب لنا الجمل زي ما احنا شايفين قدامنا. جمل ايه ده هم الاربع شبه بعض تماما. وانا بصراحة مستر ايمن ما تدربتش على الاسئلة دية. انا ايه ده? ده شبه بعض بالزبط. بصينا عليها. طوم. طوم. كوابتل. كي? مفيش مشكلة. كلهم تمام. اه واضح كده هنا. المفترض ان انا هنا بحط ايه? السيميكولن. هنا بحط هنا مفيش اصلا هنا الجملة الاولى المفترض هنا هيكون فيه مش هتنفع الجملة الاولى يبقى هنستبعد اول واحدة. طبعا? الجملة التالية فيها اوكي? والجملة التالتة فيها تمام? والجملة التالتة مش هتنفع عشان فيها هنا مش يبقى هنستبعد مين? الله عليكم. اللي هو الا والدي. قدامك اتنين هنختار منهم يا بي يا سي. هنا تمام. ايه ده? ده هنا مفيش كما بين الارابيك والانجلش. اهو خدت بالك من خدت بالك منهم? خدنا بالنا منهم يا شباب. هنا المفترض لما يكون عندي اكتر من حاجة بحط بينهم كما وفي الاخر خالص بقول اند. فازن الجملة الصحيحة اللي هي من اكسلنت اللي هي سي. يبقى الحاجات دي نركز فيها قوي. عشان الحاجات دي عليها درجتين في الامتحان للطرف كده. يعني اسئلة اللي هي دي بيبقى عليها درجتين في الامتحان يا شباب. السؤال اللي برضو. which of the following sentence is punctuated correctly? the teacher said you must follow school rules حاتم. the teacher said you must follow school rules. ايه ده كلهم تبكى لا مستر ايمن شبه بعض. طب هعمل ايه في الجملة اللي زي كده? تمام? لازم همسك كل واحدة واشوفها هي مين الاصح فيهم. زي تيتشر طبعا كلهم بدقين بحرف تي كابتال احنا عارفين كده. طبعا احنا عارفين في في الريبورت دي سبيتش لازم بعد جملة القول يكون فيه كاما في كاما اللي هي الفصلة. مين فيهم اللي موجود فصلة? كلهم موجود فصلة معا ده مين? ايوا سمعك اللي مركز. هنا كلهم هنا في كاما. في كاما ايه ده? مفيش كاما. يبقى نستبعد مين? لتر سي. جميل جدا. يبقى دي استبعدناه. طبعا بعد كده بنحط الايه? اللي هي علامات التنسيس. فين علامات التنسيس. اول جملة مفيش هنا عندك. يبقى هنستبعد كده مين ومين? الايه والسي. طيب بعد كده? تمام? مين بيقول? في عندنا كده بي والسي وبدي بي ودي اللي هي تاني واحدة واخر واحدة. معايا? طيب مين فيهم? المفترض ان حاتم لازم احط قبل منه كاما. طب احنا عارفين اللي اسم عندك. مخاطب لو جيه في الاول بحط بعده كاما. لو جيه في الاخر بحط قبله كاما. اوكي? يبقى هنا حاتم موجودة في الجملتين اللي عندنا. اخر حاجة اللي هي بتعرفني الصح اللي هو ايه يا ترى? ايوة. الفولستوب بتبقى خارج الكوتيشن ماركس. مش بحطهم جوه زي لتر دي. شايفين لتر دي? الفولستوب جوه الكوتيشن ماركس. جوه علامات التنصيص. داخل الاقواس. ايه ده هو ممكن جملة تيجي كده? اطبعا ودي عليها درجتين. ما تخافش. ركز. واسيق تماما انك هتجيب درجة كويسة طول ما بتعمل اللي عليك. اه المفترض ان انا هقرأ السؤال كويس. وما تسرعش. وما هبتش. اه فيه ناس بتقولك انا بحب الاستهباد. بستهبت في الامتحان. لا احنا عايزين الاستبعاد. استبعد الاجابة الخطأ. وابدأ كده اسمي الله في اللجنة. وابدأ احل وانا ما عنديش اي خوف من الامتحان. الامتحان هيكون تزيز وسهل بس للطالب اللي هو مذاكر. اوكي? ايبعرفنا الاجابة الصحيحة اللي هي لتر بي. السؤال اللي بعده. اه هنا شوية الجمل دول كده عجبوني فانا ايه? قلنا نجيبهم لولادي وبناتي طلبة السنوية العامة هم شبه بعض في الايه? كجمل يعني. في عندنا شوية جمل حلوين مشابه بعض قوي. بس ليهم اجابات مختلفة. انا قصدت مخصوص النهاردة نتناقش عنهم. ده سؤال. سؤال اللي بعده. الجملتين بيتكلموا عن لعب كرة القدم الجمعة اللي فاتت. يا تارا هاخد اول واحدة ايه? وتاني واحدة هتبقى مين فيهم? ولا 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 ايوة برافو عليك. هنا هناخد ايه? في ناس بتقول لا هنا مش عادة كانت في الماضي هو لعب الجمعة اللي فاتت. الجمعة اللي فاتت لست فرايدي يعني ده باست سيمبل. يبقى هنا ما قلقش من اي جملة بتجيني لازم هقراها كويس. في عندي الكي واردز بتاعت الباست سيمبل من ضمنها كلمة لاست. لاست ويك لاست مانف لاست يبقى ديها ماضي بسيط يبقى الايجابة بتاعتنا هتبقى برافو عليك. هتبقى بليد. ايوة سمعك في وقت محدد في الماضي. الجمعة اللي فاتت الساعة ثلاثة. يبه هنا حدث ماله كان مستمر في وقت محدد في الماضي. كواتسا نمبر ثيرتي. الجمعة اللي فاتت الساعة ثلاثة بعد الضهر. احنا شفنا الجملة طويلة كده يا مستر ايمن. لا حسنا ان الموضوع صعب جدا. وانا بريح دماغي ودايما بختار الجملة طويلة. اطول واحدة فيهم بختارها. فهنا ترى هنختار مين? اه اطول واحدة تقريبا اللي هي الاخيرة. اللي هي طبعا الكلام ده مش مزبوط. وما اله اختار بناء على ايه? احدد الزمن بتاع الجملة بتاعي. انا بقول لك الجمعة الماضية الساعة تلاتة. بحدد لك وقت. يعني احنا هنا الجمعة اللي فاتت الساعة تلاتة كنا بنلعب مباراة كبيرة مع اولاد من مدرسة تاني. يبه هنا في الحالة دي في استمرارية. يعني ممكن الحدث اللي هو كان مستمر ده انت بتلعب من الساعة اتنين للساعة اربعة. يبه الساعة تلاتة كنت بتعمل ايه? كنت لسه مستمر في حدوث اللعب. يبه ده اسمه بتكون من ايه? من وز او وير بلس بلس اي ان جي. يبه الاجابة الصحيحة اللي هي تمام? زي ما بتقوله معايا. هات بلاي الدماضي تم. بلاي الدماضي البسيطة اللي احنا قلنا في الجملة قدي الفرق بين الجملة دي وده هنا في محدد ليش وقت. لكن هنا قلي ايه ده? يعني دي فرقة لما يحدد لك بس يبقى ماضي بسيط يبقى يبقى يلا نكمل كمان اسئلة التركات بتاعتنا يلا. سؤال رقم واحد وثلاثين. نفس الجملة متكررة من شوية يا مستر ايمن. يا دي الكرة القدم المباراة كرة القدم اللي تلعبت الجمعة اللي فاتت مع صحابنا او او طلاب او اولاد من مدرسة تانية. لما تكررناها هنا الجملة اللي عدت شفنا نفس المسال بس كان ايه تمام ناصل اللي صحية اثري بي ام يعني الجمعة للساعة تلاتة انا حددتلك ده كده ماضي مستمر لكن الجملة اللي قدامك ايه ايه ايوه في قاعدة بيفور يبقى هنا بيفور دي بتدل على ايه يا شباب. في حدثين تلوا بعضهم. يعني حدثين في حدث خلص وتلاه حدث اخر. ايوه. سمعت يا اللي بتقول الماضي التام. رائع جدا طبعا. الماضي التام ده بيعبر عن حدثين واحد تلال اخر. يعني تلاه. يعني حصل بعده. يعني احنا لعبنا قبل ما نروح. يبقى ايه اللي حصل الاول. اللعب الاول ولا روحه الاول. تمام. لعبه الاول. يبقى ده كده اوتوماتيك كده لازم افكر يبقى ده زمن باست بيرفكت. لازم يكون فيها ايه فيها هاد. يبقى الاجابة الصحيحة اللي هي مين? طبعا هنا مفيش حدث محدد او في وقت محدد عندك فمش هتنفع ايه? هاد بلايد او هنشوفها. دي هي فعلا الاجابة الصحيحة. ده طبعا مبني للمجهول اللي هو الباسف. في عندنا هاف بين بلاينج. يبقى هنا بيحدد لك ان هو حدث كان مستمر. يبقى هنا الاجابة الصحيحة هتبقى برافو عليكو هاد بلايد. يلا بص على الجملة اللي جاية. يا دي الجمعة اللي فاتت. لمدة ساعتين. انا مش شايف اي فرق من الجملتين. مين قال لك الكلام ده يا حبيب اركز معايا. في فرق ولا مفيش? في? ولا مفيش? سابعة بتقول مفيش? لا. في طبعا فرق اجامد جدا. اللي هو ايه لمدة ساعتين. يعني بمعنى ايه? ان احنا كنا بنلعب لمدة ساعتين. قبل ما نروح البيت. يبقى ده اسمه ايه? ماضي تام. لا. مستمر. اذا وفيه فرق بين الماضي التام والتام المستمر? اه طبعا. الماضي التام حاجة حصلت وخلصت وتلاح حدث اخر. الماضي التام المستمر. حاجة كانت مستمرة في وقت محدد قبل ما الحاجة التانية تحصل. يبقى هنا في فرق في الاستمرارية. في الحالة دي لازم ايوة هتبقى في ناس بتقول طبعا احنا قلنا ده ماضي مستمر لازم يكون في وقت محدد في الماضي. نستبعدها. هات بين بريد ده مبني للمجهول في الباسف مع الباست بيرفكت برضو هنستبعدها. هاف بليد ده بريزنت بيرفكت وده مش معانا في الجملة دية. يبقى الاجابة الصحيحة اللي هي الله ينور عليكم. هات بين بلايينج. الجملة اللي بعدها. ايوة. حلوة جدا الجملة دي يا شباب. عارفين كلمة لم يكد حتى. اسمها ايه? ايوة اسمها نوثونر. نوثونر وهاردلي براف عليكو. وسكيرسلي سمعكو. وبيرلي تاني. يبقى كلمة لم يكد اسمها نوثونر وهاردلي وسكيرسلي وبيرلي. اكيه? اللي اربعة دول بمعنى لم يكد. نوثونر كلمة حتى بتاعتها اسمها زان. نوثونر زان. هدينا بنعمل تشك تاني مراجعة. في عندنا هاردلي بيجي معاها وين. في عندنا سكيرسلي وين. في بيرلي وين. بيرلي ما سمعناش عنها هدينا قلناها اهو. كل ده ما بمعنى لم يكد حتى. طب هنا يا طرى ايه الجملة الصحيحة انا شايف ان كلهم بدقوا بنوثونر. نوثونر زانaseปusan انفنتد. يا طرق مين فيهم الاجابة الصحيحة? اولا ان الصنر لازم بتيجي بالصيغة اللي هي الاستفهمية. يعني بالصيغة الاستفهمية اللي انا مش فاهمها الجزء دي. يعني لازم يكون في بعدها هاد فاعل والباست بارتسبل. هاد فاعل والباست بارتسبل. ازا هنستبعد اول جملة. دي مش تابعنا خالص ما نعرفش عنا حاجة. طب الجملة اللي بعدها فيها هاد. الجملة اللي بعدها فيها هاد. ليه طرسيه? فيها هاد. حلم. طيب هنا قلنا هاد والفاعل او الاسم اللي عندك بعد كده التصريف التالث للفاعل. يبقى هنستبعد بيه كمان. عرفت بحل ازاي? هقرأ الجملة كويس. وما استعجلش. ما استعجلش. مرة اتنين تلاتة. ما فيش اولاك حاجة غير ان انت تركز مع السؤال. يبقى هنستبعد كده مبدئيا ايه وبيه. في قدامي. زي انترنت بين انفنتد ولا زي انترنت انفنتد. هنا هنلاحظنا ان الانترنت يخترع ولا اخترع. برافو عليكم. انرنت ده باسف. ده مبني? للمجهول. يعني الجملة اللازم يكون فيها كلمة ايه? تمام? رائعين جدا. السؤال ده مهمة رجالة. مهمة قوي 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 قوي. يعني هنبص كده من الاسئلة اللي هي مهمة اللي تركز عليها. قديني بقول اهو. عشان نفتكر احنا ولما بنخش نتعامل مع الورقة الامتحانية. الاسئلة دي بتيجي ازاي? ايبقى الاجابة الصحيحة زي ما احنا قلنا. no sooner had the internet been invented. sam used to smoke when he was at college but now he no longer. طبعا فاكرين no longer? ايوة. no longer ديما بنعملها مع ال present simple. الجملة الاولى لو لاحزنا شبه بعض او الجملتين دول. كلنا انا شايفين? sam used to smoke when he was at college but now he no longer. 35 sam used to be heavy smoker at college but now he no longer. طيب نشوف ايه الفرق بين الجملتين. هنا هنا بقولك سام اعتد انه ادخل لما كان في الجماعة لكن دلوقتي الحمد لله ربنا تكرمه. هنشوف الفرق بين الجملتين. مين هنا? هستخدم معنى longer. هنا الفعل الاساسي هنا في الجملة دي ايه? smoke. smoke ده present simple. يعني لازم هتعامل مع مين? مع عيلة دو. عيلة دو هنا مع الهي هتبقى الله عليكم. هتبقى زي ما انتو قلتم بالزبط. طب الجملة التانية مين عندنا الفعل الاساسي? تمام? عيلة بي. عيلة بي اللي هي مع مين? مع الهي وشي وات? بتبقى مين? الفعل از. يبقى دي الاجابة الصحيحة بتاعتنا. اوكي? طبعا استمتعت ان انا نكون معاكو في مراجعات النهائية. كل الشكر والتقدير لأسرة اخباري اليوم. وكمان موقعنا المهم والمتميز اللي هو سكولزي تويوني دوت كوم. تابعوا معايا وانتظروني في اقوى المراجعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.